المسلسلة الأسية المسلسلة الأسية لا استخدامات كثيرة في التطبيقات الاقتصادية والرياضية وتعرف كما يلي limit لما n بتقول إلى مال النهاية 1 زائد 1 على n كل أسين يساوي e حيث e هي مقدار ثابت تقريبا تساوي 2718 من التعريف نجد أن limit لما n بتقول إلى مال النهاية 1 زائد x على n كل أسين تساوي e أس x كما أن limit لما n بتقول إلى مال النهاية 1 زائد cx على n كل أسين يساوي e أس cx استمرار أو اتصال الدوال يقال أن منحنة دالة مستمر إذا تم رسم المنحنة دون الحاجة إلى رفع القلم عن الورقة أي بمعنى عدم وجود فجوات أو قفزات بين نقاط منحنة دالة ولكي يقال أن الدالة متصل أو مستمرة لابد من توفر الشروط الهاتية الشرط الأول رقم 1 أن تكون الدالة f of x معرفة عند النقطة a مثلا أي أن f of a تكون موجودة رقم 2 نهاية الدالة limit لما x بتقول f of x تكون موجودة رقم 3 أو الشرط الثالث limit لما x بتقول f of x يساوي f of a مثال إذا كان لدينا الدالة f of x تساوي x تربيع واضح ما إذا كانت الدالة مستمرة عند النقطة x تساوي 2 أم لا لمعرفة هل الدالة مستمرة عند النقطة تساوي 2 أم لا نتحقق من شروط الاستمرار كما يليه رقم 1 يتم التعويض في الدالة عن x تساوي 2 أي f of 2 يساوي 2 أس 2 يساوي 4 الدالة معرفة عند النقطة x تساوي 2 limit لما x بتقول 2 x تساوي 2 بالتعويض عن x تساوي 2 2 أس 2 تساوي 4 أي أن نهاية الدالة موجودة عند النقطة تساوي 2 أو x تساوي 2 أيضا رقم 3 limit لما x بتقول 2 f of x f of 2 تساوي 4 أي أن الدالة حققت شروط الاستمرار وبالتالي الدالة مستمرة عند النقطة x تساوي 2